المستشفى العسكري منذ بدء الجائحة والخدمة الطبية الملكية بالمستشفى العسكري تعمل على قدم وساق لتطوير الطواقم الطبية والطواقم الصحية وأيضاً الأجهزة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين مرتادين هذه المنظومة التعامل مع فيروس كوفيد-19 في مملكة البحرين كان مثال حي على إدارة الأزمات في الخدمات الطبية وطبعاً نتقدم بالشكل لسيدي صاحب السمو والأحد وعيس مجلس الوزارة على ثقة التي وضعها في الكادر الطبي وفي الشعب البحريني ككل من حدوث جائحة كوفيد-19 وحتى قبلها في مملكة البحرين كانت تحديات كثيرة ومستمرة وليزر الأزالة لحد الآن تحديات مستمرة في مكافحة هذا الفيروس من أهم التحديات أولاً سلامة الجميع اللي هو سلامة العاملين في الخدمات الطبية الملكية وجناح التوليد وسلامة المرضى القادمين لتلقي الخدمات العلاجية طبعاً هذه كلها ابتدأ من تحت إشراف السيدي قادر الخدمات الطبية اللي هو البوفيسور خالد من علي الخليفة اللي هو قاموا بعمل إجراءات احترازية وقاموا بإجراءات وعش عمل وتدريبات مكثفة في مركز وليل أحد للتدريب طبعاً كانت تحديات مكثفة في مدة قياسية عشان يدمن احتواء الجائحة من الطاقم الطبي والطاقم التمريضي عمال النظافة والمراسلين وجميع العاملين في الخدمات المصنفة كما تعرفين في بداية جائحة كوفيد-19 كان الناس متخوفين من الويروس متخوفين يونحق المستشفيات فكاننا ووظيفتنا كناس مدربين ومهيئين نطمن المرضى ونبثل الطمانية في قلوبها من طريقة التعامل مع المريضة التي تجاه حقاً سواء كانت في جناح الولادة أو تستقبل أي خدمات في خدمات الطبية الملكية استعداد كامل وفق أعلى معايير السلامة والصحة وتحديات عدة واجهة الطاقم الطبية والصحية وتم التخطط لها بشكل مدروس ليتم تجاوزها بكل سهولة وسلاسة طبعاً نحن على تواصل مستمر ودائم مع مكافحة العدوى على طول 24 ساعة بالليل والنهار في أي وقت لما تحضر المريضة إلى قسم المولادة إذا كانت عندها أي مشاكل في الفيروس إذا كانت النتيجة غير جاهزة لحد ما تولد المريضة أو إذا كانت مرضة موجبة على طولة من الاتصال بقسم مكافحة العدوى تم العمل باستراتيجية وضعتها الخدمات الطبية الملكية للتعامل مع الحالات للقصيرات الطارئة ويكون المرضى المصابين بالكوفيد-19 للمحافظة طبعاً على حياة الأم والجنين والأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الفريق الطبي والكادر التمريضي واستشفى العسكري في الخدمات الطبية الملكية قدمت الكثير لجميع العاملين في الخدمات الطبية الملكية من أعلى الهرام حتى الآخر شخص يشتغل في الخدمات الطبية الملكية طبعاً قاموا بتدريبات اللازمة ووشات العمل ليعطون العاملين الثقة في نفسها منها يدون تصدرون حق جرحة كورونا وبالتالي يعطون ثقة المرضى في الأطباء والكادر التمريضي ليشتدوا هذه الجائحة جهود واضحة ومستمرة في المستشفى العسكري وفقاً لأعلى المستويات مما يعزز من دور البحرين الريادي في وضع منظومة الخدمات الطبية وجعلها أنموذجاً يحتذى به في الخدمات الصحية المقدمة بناء على التطورات في العالم شوق العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين